هي فتاة عراقية كانت تعيش بأمان مع عائلتها في قرية كوجو التابعة لقضاء سنجار بمحافظة نينوى كانت تحلم كغيرها من الفتيات بمستقبل مشرك ينتظرها حتى انقضوا حوش التنظيم الإرهابي على قريتها البسيطة فاستباحوا شرفها وكرامتها وقتلوا أمها وستة من أخوتها أمام عينيها تعرضت كغيرها من العراقيات إلى التنكيل الجسدي والنفسي والاغتصاب المتكرر من قبل محتجزيها إنها الناشطة المدنية العراقية نادية مراد سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة التي استحقت وبجدارة نيل جائزة نوبل للسلام والتي تقاسمت جائزة سخاروف لحرية الفكر مناصفة مع الناجية الأزيدية لميا بشار وفي قصر السلام ببغداد استقبل الرئيس العراقي برهم صالح ابنة العراق نادية مراد بحفاوة قاطعا على نفسه وعدا بالوقوف مع ضحايا الإرهاب وأخذ حقوقهم باعتبارها قضية العراق وكل مستضعف عانى من بطش التنظيم المتطرف نحن مطالبون كدولة نحن مطالبون كمجتمع أن نقف وقفة هذه قضيتنا وليست فقط قضية نادية وليست فقط قضية الإيزيديين والإيزيديات واجبنا تجاه شعبنا واجبنا تجاه بلدنا واجبنا تجاه الديننا أن نكون معك ومع هؤلاء الضحايا الذين قضوا واختطفوا واستهينوا من هذا الإرهاب الداعشي التكفيري بصوت متهدج أرهقه الألم واستذكار ما حدث قالت نادية جئتكم بسلام نوبل إلى بغداد كي أقول لجميع العراقيين أنتم خير أهل للسلام فكونوا بردا وسلاما على العراق نوبل بالنسبة لي ليست مجرد جائزة للسلام بقدر ما أنها ميثاق شرف للعمل من أجل السلام لا معنى لجائزة مثل جائزة نوبل بدون عمل متواصل ومستمر من أجل السلام جئتكم بسلام نوبل إلى بغداد كي أقول لجميع العراقيين أنتم خير أهل للسلام فكونوا بردا وسلاما على العراق لن تكون أيقونة الاضطهاد الداعشي لنادي مراد وعائلتها الأولى أو الأخيرة لكنها كانت تمتلك من الشجعة ما جعلها توصل رسالتها الإنسانية بالدرجة الأساس وما حدث هناك خلف الجبال إلى العالم بأسره اعتلت المنصات وسردت قصتها دون وجل وطالبت بتحرير المختطفات من بني جلدتها وحماية حقوق المرأة والطفل أن كانت انتماءاتهم ودياناتهم وعرقياتهم ترجمة نانسي قنقر